في عنوين النشرة في يومه الثاني بانكيمون ينزح نحو المخيمات سلسلة بشرية ورسالة من الكوستا برافا إلى برشلونة نحن عم نخرق الاتفاقية العامة الليلة تكتمل لائحة سويسليكس لايكي وقت تدخلي بمؤسسات الصمت الكبرى تصبحوين بمثابة الناس تحرير الأمير فخر الدين في تدمر تفاز بعيون الفلسطينيين يوغو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل حين كانت تعتدي وهي دوما تعتدي على شعبنا وفي النشرة كوابيس أحلام نحن شحادين نحن عنا زبالة تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى مساء الخير جمعة حزينة ورجل قلق جمعة آلام فرضت تقصها سياسياً ورجل لا أمم المتحدة الأول نزح نحو مخيمات اللجوء شمالاً على أن الهوى الشمالي هب من بنشعي حاملاً كتلاً من مواقف تنذر باشتداد الغيوم من دون شتاء فوق بعبدة فزعيم تيار المردى وفي طريقه نحو التحذير من تغيير قواعد اللعبة أجرى عملية فك ارتباط مع الرابي اضطر فيها إلى إصابة حزب الله معلناً أنه لي يلغي نفسه حتى ولو طلب إليه الحزب الانسحاب لمصلحة ميشيل عون ورجل صغرطة دخل المناظرة المكشوفة النزول إلى مجلس النواب في مقابل النزول إلى الشارع معادلة العين بالعين ترتفع بالأزمة الرئاسية إلى مستوى التحدي والحرب بالأصوات شعبياً ونيابياً لكنه على الأرض السياسية لا مجال لترجمة التحديات رئاسياً لأن البلاد تكاد لا تحتمل إجراء انتخابات بلدية على أبعد طموح والبقية لن تأتي وعلى هذه الحال فإن كل الأزمات ترتبك بلا حل من تعقيدات المطامر إلى شبكات الإنترنت والتي تعود الأربعاء إلى طاولة لجنة الاتصالات النيابية الموسعة فيما يشد بها إلى الخلف ضغط قضائي كشفت عنه صحيفة السفير وناصرها النائب وليد جملاط الذي سأل ألم يحاول مصدر أمني رفيع التقليل من أهمية الفضيحة وكيف لا وأحدى الشركات مقربة إلى الدائرة الشخصية والعائلية كما يشاع وكيف لا وشركة أخرى تعود إلى وسيلة إعلامية معروفة استباحت رجال أمن يزداد مواكب ومرافقات لم يلاعبن جملاط الغميضة هذه المرة لا سيما أن حرب زعيم التقدمي مع عبد المنعم يوسف تعطيه بعض الصدقية فالشركة المموهة لديه والمالكة مؤسسة أعلامية هي معروفة لدى اللبنانيين وقد لجأت أخيرا إلى استعمال أعلى ما في خيلها فوجدت نفسها تحت حوافر الخيل والسقوط بالسقوط يذكر إذ مني تنظيم داعش بضربة مالية أصابت وزير خزانته مقتلا وأعلنت واشنطن أن غارة جوية قتلت عبد الرحمن مصطفى القادولي المعروف بحج إيمان وهو مسؤول عن إدارة الشؤون المالية لداعش ضربات أمريكا تواكب الإنجازات التي مهدت لها روسيا وأدت إلى تحرير تدمر في أوسع توافق بين القطبين العالميين عسكريا وسياسيا وهذا التوافق ينسحب على مصير الرئيس السوري بشار الأسد إذ أكدت موسكو اليوم أن روسيا وأمريكا وافقتا على عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن وهذا يعني أن كل تساؤلات كاري عن المصير السياسي للرئيس السوري كان مجرد ورقة فارغة في الحقيبة الحمراء خلية أزمة الشويفات تعيد مطمر الكوستبرافا إلى الواجهة بسلسلة بشرية رافضة لإنشائه تقرير حليمة طبيعة لن يحتاج مطمر الكوستبرافا بعد اليوم لأعتراض شعبي ليتوقف العمل فيه لأن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على اعتراض دولي وتحديدا من دول البحر المتوسط الموقعة على اتفاقية برشلونة التي تقضي بحماية المتوسط من التلوث هيدا مخالفة لأتفاقية برشلونة لا يوجد أي بلد على محيط البحر المتوسط عم بيتصرف التصرفات اللي الحكومة اللبنانية عم تتصرفها هيدا شي مخالفة للأتفاقية ومنطمن الشعب اللبناني إنه هالمرة مش نحنا واحدنا رح نوقف هالمطامر يلي قرروا كل سكان محيط المتوسط بلشوا يوقعوا عريضة هلأ نحنا جوزنا خمس تلاف توقيع ورح يكون هالشغلة ضربة إيسية للقرارات من اليوم وطالع ما بقى رح يقطع مثل الإشاي اللي قطعت من أيام النورماندي خلية وازمة الشويفات وأهالي المناطق المتضررة من إقامة مطمر في منطقة الكوستابرافا ومجموعات الحراك المدني اعتصموا سلميا على طول الخط البحري للكوستابرافا وشكلوا سلسلة بشرية تعبيرا عن رفضه من المطمر وكل الحلول الغير الصحية للنفايات التي تقدمها الحكومة أنت اليوم ليش هيتع تصمي؟ لأنه بأن نشير على الزبال من البلد أنه مطمر أصلا صحي والحلول البيئية والصحية والمستدامة تطبقوا من هذه اللحظة ليه ما نلجأ للمطامة؟ نحن الناس مجتمع شويفاتي المدني والأهلي اللي نازل يعبر عن استياء ورفضه القاضع لهالقرار اللي اتاخذ عصا عيد الحكومة والدولة نحن المفروض نستقبل العالم بورود نزرع هون ياسمين وشجر ونعمل منطقة سياحية لأهلية 15 ألف عائلة فيها تشتغل هون بهذا الشط اللي شايف دي 8 كيلومتر فمش معقول نستقبل العالم بغاز الميثان ولا حتى أنه الأهالي اللي حوالينا هون بالمنطقة نحكموا إعدام أنه هذه الجبال وهذه الطراب الموجود هون جبلت بدماء الشهداء اللي سقطوا بعدوان تموز على لبنان وبالتالي من المعيب أن يطمر بهذه الرمال نفايات العاصمة أو محيط العاصمة وللتذكير فإن هذا المطمر الذي بدأت الشركة المتعهدة العمل فيه والذي يقع بجوار مطار بيروت والمنطقة الأثرية في خلدي سيشكل خطرا على حركة الملاحة الجوية لأنه سيكون ملازا لطيور النور التي ستجد في النفايات ما تقتات به إلى شرق هذا الموقع هناك المدرج المستحدث في مطار بيروت الدولي فإذا النقطة جدا حساسة العمل فيها يجب أن يكون بمستوى عالي جدا من الدقة تجمع طيور النورس في هذه المنطقة فيما لو لم تغطى النفايات أثناء العمل يهدد سلامة الطيران المدني هذه المسائل هل أخذت بعن الاعتبار أو لا؟ ولكن الحكومة اللبنانية مصرة على إنشاء مطمر الكوستابرافا المخالف لكل المعايير الصحية والبيئية مديرة أذنها الصماء لكل هذه الاعتراضات والعوائق المفترض أن تحول دون إنشائه حلم طبيعة قناة الجديد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي يحذر العماد ميشيل عون من تغيير قواعد اللعبة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر اللجوء إلى الشارع في إشارة أخرى إلى استمرار التراجع في علاقة حليفي الأمس حذر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي من أنه إذا أراد رئيس تكتر التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر النزول إلى الشارع فإن كل المحرمات ستسقط ونساء الخيارات ستحضر ومنها خيار النزول إلى مجلس النواب في جلسة الانتخاب وأكد فرنجي في حديث لصحيفة الجمهورية أنه بين انتخاب مرشح وسطي وانتخاب عون فإنه يؤيد الأخير لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنه يرفض إلغاء نفسه ملبيا رغبة عون بالانسحاب وكشف فرنجي أن حزب الله لم يطلب منه لا الاستمرار في ترشيحه ولا الانسحاب لصالح عون وقال حتى لو طلب الحزب مني هذا الأمر فأنا لن أقدم عليه ولن ألغي نفسي وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري فقد أكد فرنجي أنه يثق به وعما إذا كان تأييد الحريري لترشيحه مناورة قال لنترك الأيام تثبت تلك نافيا في الوقت عينه أن يكون قد قدم أي التزام مسبق للحريري أو لغيره إنما اتفق مع الحريري على نقاط عامة ستكون خاضعة للتوافق الوطني في حال انتخابه رئيسا ويأتي كلام فرنجي بعد إشارة التيار الوطني الحر إلى إمكان النزول إلى الشارع وأن هذه الخطوة رهن قرار رئيس تكتل التغير والإصلاح ميشيل عون ومن الخطوات المرتبطة بالملف الرئاسي لقاء وفد من التيار بالنائب خالد ظاهر الخميس كما أعلن منصق عام التيار بعد اللقاء نحن اليوم عم نمرأ بظرف كتير دقيق اللي يخلينا نكون مرتحين أكتر هو التكاتف ببعضنا والتلاحهم مرحلة جديدة نأمل أن نبني عليها جميعا مستقبل لبنان بالتأكيد على وحدتنا الداخلية أمام ظروف إقليمية محيطة ملتهبة الظاهر التقى برئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيت الوسط وتقول المعلومات أن اللقاء تطرق إلى الملف الرئاسي الجيش السوري يسيطر على قلعة تدمر ويواصل تقدمه إلى ضواحي المدينة الأثرية بعد نحو سنة من سيطرة تنظيم الدولة داعش على مدينة تدمر التاريخية الواقعة في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد استعاد الجيش السوري قلعة المدينة الأثرية وتلت السنتل المشرفتين على المدينة مدعوما بمجموعات الدفاع الشعبية بعد إنزاله بإرهابي التنظيم خسارة كبيرة ووفق التلفزيون السوري الرسمي فإن الجيش السوري سيطر على قلعة فخر الدين المعني الواقعة على أعلى التلال المشرفة على مدينة تدمر ما يفتح الطريق أمام الجيش للوصول إلى مناطق في شرقي سوريا لا سيما محافظة دير الزهر التي يسيطر داعش على إجزاء كبيرة منها وباشرت وحدات الجيش تمشيط القلعة الأثرية والتلة فيما تواصل وحدات أخرى عملياتها باتجاه المستودعات من الجهة الشمالية الغربية بعد السيطرة على جبل الطار السيطرة الكاملة على سلسلة هذه الجبال ومثلث تدمر تمت غواتنا بمتابعة التقدم إلى أن استولينا على قصر موزة ومن ثم قامت عناصرنا بالتقدم باتجاه دوار الزراعة وتمكنوا من السيطرة الكاملة على دوار الزراعة ومتابعة الاقتحامات إن شاء الله إلى أن تخلص تدمر بشكل كامل وتزامناً تمكن الجيش السوري من عزل مدينة القريتين عن مدينة تدمر بسيطرته على الأتستاذ الواصل بينهما من جهة دوار دمشق تدمر إثر اشتباكات مع مسلحي داعش استعادة تدمر والتقدم شرقاً في محافظة دير الزور سيعدان أكبر مكسب للجيش السوري في مواجهة داعش منذ بدء التدخل العسكري الروسي في أيلول من العام الماضي وصية الزعيم الفنزولي الراحل هوغوشافيز تتحقق في عيون الفلسطينيين التفاصيل في تقرير مراسلنا نزار حبش بعد ثلاثة أعوام تتحقق وصية الزعيم البوليفاري الراحل هوغوشافيز التي قالها وهو على فراش الموت بمداوات عيون الفلسطينيين هنا في قرية ترموس عية شمال رامالا وضع حجر الأساس لبناء مستشفى هوغوشافيز باعتباره الأكبر في فلسطين في طب العيون وشافز على فراش الموت زرته وهو في أيامه الأخيرة قال لي كيف أحوالكم؟ كيف أوضاعكم السياسية؟ أين المستشفى؟ حلمنا أن نستقبل الناس من الخارج إلى الداخل للعلاج حلمنا أن تتوقف التحويلات الطبية كلها المستشفى الذي سيقام بدعم كامل من دولة فنزويلا بقيمة 15 مليون دولار سيخفف من معاناة الفلسطينيين اليومية لسيما وأنهم ما زالوا مضطرين لتحمل الإذلال اليومي على الحواجز واستصدار تصاريح خاصة للعلاج في القدس المحتلة حيث المستشفى الوحيد للعيون ليأتي مستشفى تشافيز وسط ضفة الغربية كبارقة أمل لكل فلسطيني مصاب بأمراض العيون لا نريد أن نبقى تابعين للخدمات التي يقدمها الاحتلال لأنه نريد أن نقطع العلاقة مع الاحتلال بكل مفاصلها الاقتصادية والخدماتية والطبية والتجارية وغير ذلك الرئيس الفنزويلي الراحل والسياسي الثائر على السياسات الأمريكية والرأسمالية كان يحلم ببناء الاشتراكية الجديدة للقرن الحادي والعشرين فحول بلاده من التبعية لأمريكا إلى مسار التنمية المستقلة أحب الفقراء والمضطهدين وكان مدافعا عن فلسطين في جميع المحافل الدولية رحل عام 2013 بعد إصابته بمرض عضال لكنه سيبقى حيا في عيون الفلسطينيين يوغو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل حين كانت تعتدي وهي دوما تعتدي على شعبنا يوغو تشافيز هو الذي استقبل طلابنا الفلسطينيين مئات الطلبة كي يدرسوا في ذنزويلا وهو الذي كان جاهزا لتقديم كل يد العون للشعب الفلسطيني ولكل أشعوب المضطهدة وهي يمثل إيقونة ونموذجا حبذا لو استطعنا أن نسير على هدية يذكر أن العمل بالمستشفى الجديد سينتهي في الحادي والعشرين من شهر آذار عام 2016 وسينهي أعواما من عذابات الفلسطينيين ينفق الفلسطينيون سنويا أكثر من عشرين مليون دولار على التحويلات الطبية المتخصصة في مجال طب العيون يذهب معظمهم لصالح الاحتلال الإسرائيلي بسبب ضعف الإمكانات الفلسطينية بناء مستشفى هوغو تشافيس للعيون وسط الضفة الغربية يشكل أساسا للمقاطعة الطبية من فلسطين المحتلة نزر حبش قناة الجديد الوحدة الاستقصائية تكشف حسابات سبعة سياسيين جدد في الحلقة الأخيرة من وجها لوجه تحت طائلة المسئولية تقرير هذه الأشياء كشفت وحدة التحقيقات الاستقصائية الحسابات السرية السويسرية لعشرة سياسيين لبنانيين في الحلقات الأربع الماضية من وجها لوجه تحت طائلة المسئولية ومن أبرز الحسابات التي كشفت حساب لحاكمي مصر في لبنان رياض صليمي البنك المركزي خلال السنوات الماضية احترازيا أخذ كل التدابير أرساد إليه سؤال واضح هل صرح عن حسابه الذي يعود لشركة نارانوري نص القانون واضح ممنوع تعتبر منفعة أي اشتراك بأي وسيلة وبأي شكل بأي شركة هي مخالفة لنص المادة 19 المادة 19 لا مكان لها هنا بالعالم عم تشوف إذا أنا ما فيني كذب وعك الحال هاي المستندات عدى الحاكم تناولت الحلقة حسابات مرتبطة بالزيتون باي وسوليدار وعلاقة الوزيرين محمد الصفدي ووليد الضعوق بهتين الشركتين إلا أن الوزير الضعوق ناقد نفسه إذ اختلف جوابه بين ما قاله في أثناء مواجهته وما قاله للزميلة سمر أبو خليل مع الوزير والضعوق يلي أصلا كمان أنت تطرقت له يعني تطرقت له وأنكره أنه قوله علاقة بالشركة وها شو هاي؟ هو يملك أسهم بيستو وهو عدو مجلس إدارة ببيروت ووتر فرونت ومحامي بيروت ووتر فرونت ليش أنكر معي؟ أنا بس نحظة أنا مساهم بالهولدينج يعني كمان ماني مساهم كنت بالتأسيس نعم إذن لا يزال الوزير الضعوق محامي الشركة على عكس ما قاله للزمير رياض إبيسي في أثناء مواجهته أما في مخص الحلقة الخامسة والأخيرة فستكشف عن حسابات سبعة سياسيين لبنانيين جدد لتكتمل لائحة السبعة عشر من السويس ليكس أنا جواب بولوس وأرحب بكم مضبوط الوضع الاقتصادي شغل مهم لألنا نحن نتفهم أنه في عالم دولي ونتفهم أنه بدنا إرادات بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني وروحيته وراء الأعراف المعتمدة فخري وسروري أن يجدد دولة رئيس نبيه برري استقاطه به أما أبرز هذه الأسماء فهو العضو السابق في المجلس الدستوري الوزير السابق سليم جريساتي لأن هذه مواضيع حساسي تعالج بصمت مسؤول ولا تعالج بالقول لايكي وقت تدخلي بمؤسسات الصمت الكبرى تصبحون بمثابة الناس هل صرح جريساتي والسياسيون الستة الآخرون عن حساباتهم السويسرية؟ تفاصيل هذه الحسابات بالأسماء والأرقام ستكشفها الحلقة الأخيرة من واجها اللي واجه تحت طائلة المسؤولية الليلة في التاسعة والنصف على قناة الجديد بعد الأعلان خانته لغة الجسد ومشاكله إيده ورافعله إياها بشكل كأنه عم بقله أوعى تجرب تعمل هذه الحركة أوباما خبير بلغة الجسد فكيف تقرأ حركاته؟ لم يكن يتوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما رد الفعل هذا من الرئيس الكوبي راور كاستر خصوصا أنه اعتاد ممارسة هذا السلوك على الجميع مدللات هذه الحركة ومتى تستخدم؟ الرئيس أوباما معروف عنه بأدرته على التحكم بلغة جسده طول من نلاقي بلقاءاته مع الرؤسة فيه عنده ميولة تصرف تصرفات معينة بالحادث الأخير أو باللقاء الأخير اللي صار بين الرئيس أوباما وكاسترو عمل إشارة أو حركة عارةً بيعملها الرئيس أوباما اللي هي أنه بيحاول يحتضن الشخص الآخر عارةً يلي بيحتضن هو الشخص الطاغي الأقوى الأب الأستاذ المعلم الشخص يلي عنده صفة أقوى من غيره صارت في ردة فعل قوية عند كاسترو وأنه رفض ومساكله إيده ورفعه إياها بشكل كأنه عم بيقله أوعى تجرب تعمل هذه الحركة أنت منك الطاغي منك الأقوى مني وبينت حتى بعد هيك أكتر مرة حاول رئيس أوباما يقرب لعنده ويرجع يبعد حتى هو وفلين مع بعض من المؤتمر إذا منلاحظ كاسترو ضيع أو راح غير مطرح لأنه رافض يلحق الرئيس أوباما ما صارت بعد مع أوباما أنه حدا يرد بهذا الشكل الواضح ما صارت مثلا مع الرئيس بوتين لما اجتمعوا كرمال موضوع الأزمة السورية منلاحظ أنه حاول يعمل هذه الإشارة للرئيس أوباما بسرعة تسحب إيده لحتى ما تتطور أكثر لحرب بالسلامات ليس هذا فحسب فلطريقة الجلوس معاني أيضا منلاحظ عند الرئيس الأمريكي أوباما أنه عادة بحط إجر على إجر حتى يوصل رسالة فيها شوي من الفوقية والتعالي على الضيف منلاحظ هذا الشيء صار مثلا بلقاءه مع الرئيس اللبناني سليمان قبل هلأ لما كان يعني سواء كان حط إجر على إجر منلاحظه مع الرئيس النيجيريا أو مع أكثر من حالي قطعت قبل بينما إذا منطلع على لقاء الرئيس أوباما مع الملك السعودي السليمان كان في غير فوستر عند الرئيس أوباما كان مش حط إجر على إجر مقدم لقدام عطي أهمية أكتر ويمكن كان في ملفت قعدته مع نتنياهو طبعا كان حط إجر على إجر مع نتنياهو رجع بس بالمقابل نتنياهو رجع كمان حط إجر على إجر يعني شاف هيدا الشيء وعمل مثل مسميه ميرورينج آن ماتشينج قعد نفس الجلسة طبع الرئيس أوباما طيب فرجينه في ندية إذا أنت أقوى أنا كمان قوي غياب هذه العلوم لدى المسؤولين قد يضعهم في خانة الضعف فالإتيكيت لا تتوقف عند تبكي للشاكيت يمنى فواز قناة الجديد في اليوم الثاني من جولته في لبنان الأمين العام للأمم المتحدة يزول النازحين واللاجئين شمالا وبقاعا ويتسلم من البطريارك الماروني بطرس الراعي رسالة حول المواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع اقتراحات لحلها بعد جولته على بعض السياسيين والقيادات في يومه الأول في بيروت خاصة الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون يومه الثاني للقيام بجولة على بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين البداية كانت شمالا بعدما حطت طوفتان تابعتان للأمم المتحدة ترافقهما طوفتان تابعتان للجيش اللبناني في قاعدة القليعات الجوية وانطلق موكب بنكيمون بحماية أمنية مشددة إلى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين معينا أوضاع القاطنين فيه وكان في استقباله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وسفير فلسطين أشرف دبور وقيادة الفصائل الفلسطينية ومدير لؤنروة وإلى منطقة القب في ترابلوس توجه الأمين العام لافتتاح مركز الشؤون الاجتماعية كما زار بان حيت تنك في الميناء والعائلات اللبنانية والسورية الفقيرة التي تقتن فيه وتحدث إلى عدد منهم واطلع على أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية أنا مندهش من الذي رأيته اليوم ونحن هنا لدعم شعوب المنطقة ولتحسين حالتهم الاجتماعية ولتحقيق ذلك نحن بحاجة لدعم الدولة اللبنانية إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان لدعم المجتمع وما تقوم به مراكز الرعاية الاجتماعية هام جداً كونه يستهدف فئة من الناس تنتهك حقوقهم الإنسانية واتفقنا اليوم مع الزميلي وصديق الدكتور كيم أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية سيوفدون بعثة إن شاء الله خلال أسابيع ليس خلال أشهر إن خلال أسابيع لكي نبحث جميع الأمور التي تفضل بها مع الوزير من احتياجات هذه المنطقة وسنتعاون إن شاء الله لبذل كل ما يمكن لتحقيقها بحوله وكان رئيس البنك الدولي قد جال ورئيس البنك الإسلامي بمرافقة ممثلي الأونروا واليونسف وممثلي وزارات الصحة والتربية والشؤون الانشمعية على مخيمات النازحين السوريين العشوائية ضمن بلدة بحنين في الميني ومن المخيمات في الشمال إلى تلك في البقاع حيث توجه الوفد الأممي وهبضت المروحيات في مطار رياق وانتقل الوفد لزيارة مخيم النازحين السوريين في الدلهمية حيث التقى عائلة سورية عرضت له معاناة السوريين النازحين وكيفية هروبهم من بلادهم واستمع أيضا إلى شكاوى المواطنين لسيما تلك المتعلقة بتقليص خدمات الأونروا وكان الأمين العام قد التقى البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي في مترانية بيروت المارونية وتركز البحث على الشغور الرئاسي وكان توافق على وجوب تعاون كل اللبنانيين من أجل تسهيل عملية الانتخاب لأن استمرار الفراغ يزيد من أزمات لبنان ويسير به إلى الوراء وكان تشديد من قبل الطرفين على ضرورة استقصال أسباب الإرهاب وتعزيز الحوار بين الأديان وتنمية الاعتدال في مواجهته وفي خلال اللقاء سلم الراعي بن كيمون مذكرة مفصلة تتضمن عرضا للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع طرحات لحلها لبنان وقع اتفاقية برشلونة في زمن الحرب وخارقها في زمن السلم تبعات الخرق في تقرير لناصر بلوت في زمن الحرب الأهلية اللبنانية وتحديدا عام 77 سارع لبنان إلى التوقيع على اتفاقية برشلونة التي أقرتها 16 دولة متوسطية في العام 76 الاتفاقية التي وقعت عليها دول الاتحاد الأوروبي عرفت باسم اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث نضم إلى لبنان رسميا بسنة 77 تعدلت بسنة 1995 وكمان لبنان رجع وقع من جديد على التعديل هيدا ونضم إلى بسنة 2008 وبعد 39 عاما على توقيعها أظهرت الدولة اللبنانية عدم مبالاة ببنود هذه الاتفاقية من خلال بنائها واستخدامها لمطامرة على السواحل البحر المتوسط توقيع الاتفاقية هيدا بيحتم علينا التزامات وهالالتزامات هيدا أهم هي التدابير الاحترازية اللي منها مثلا عنده تقييم الأثر دراسة تقييم الأثر البيئي اللي لبنان بلش هلا يحط هالنفايات إن كان كوستابرابا وغيرها بلش الشغل ومش عامل دراسة أثر بيئي نحن عم نخرق الاتفاقية العامة وعم نخرق البروتوكولين لأنه عندنا ثلاث مطامر فينا نعتبر أنه نحن عم نخرقها بكل مرة عم نتعدى فيها على هالشاطئ علما أنه نحن هالتعديات صار لها يمكن من وقت ما وقعناها نحن شاطرين بالتوقيع ولكن مش شاطرين بالتطبيق يتحدث أحد بروتوكولات الاتفاقية المعدل عام 96 عن حماية المناطق البحرية من التلوث من مصادر وأنشطة برية هذا البروتوكول وقعه لبنان مرفقا بالاتفاقية الأساسية لجنة احترام التذامات المنبسقة عن هالاتفاقية هاي دي إذا وصلنا المعلومات أنه صار فيه تعدي على هالاتفاقية هاي دي تجي تتوجه لها الدولة يلي عم بتخالف وتقلها أنت عم بتخالفي ممكن تطلب تقارير لك تتشوف كيف عم بتوقف هالتعديات بتحطلها مثل زمن معين محدد فترة محددة لحتى توقف هالتعديات عليها وبتطلب منها كمان خطة تطبيقية كيف بدا توقف هالتعديات هاي دولة وكمان ممكن أحد الدول مثل ما حدثتك تفضلت هي تلاقي أنه هالتعديات هاي عم بتضر بمصلحتها تتوجه لها اللجنة هاي وتقلها أنه في أحد البلدين عم بخالف الاتفاقية واليوم تطمر الحكومة بنود الاتفاقية في الكوستابرافا والنعمة وبرج حمود فما وقع عليه في زمن الحرب أهمل في زمن السلم ناصر بلوت قناة الجديد مجدداً علق النائب الممدد وليد جملاط على فضيحة الانترنت غير الشرعي وغرد عبر تويتر وفق أحد الصحف المرموقة فأن جهات معينة تضغط على القضاء فيما يتعلق بملف الانترنت وكيف لا ألم يحاول مصدر أمني رفيع التقليل من أهمية الفضيحة لكون كل أجهزة الإرسال والتنصت تمر من خلاله وكيف لا وأحدى الشركات مقربة إلى الدائرة الشخصية والعائلية كما يشاع وكيف لا وشركة أخرى تعود إلى وسيلة إعلامية معروفة استباحت رجال الأمن كما يشاع هذا الأمن الذي يزداد مواكب ومرافقات شيعت بلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون ابنها الشهيد المعاون عامر يوسف الذي استشهد أمس في وادي عطا في محيط بلدة عرسال في خلال استهداف دورية للجيش بعبوة ناسفة وكان جثمان الشهيد قد وصل ظهرا إلى مسقط رأسه حيث أعد له استقبال شعبي حاشد شاركت فيه فعاليات عسكرية وأهالي البلدة وتوجه موكب التشيع إلى منزل الشهيد ثم إلى قاعة الكنيسة حيث حملة إفاق السلاح على الأكف وسار أمامهم حملة الأكليل والأوسمة بعد الإعلان من غزة اخترق أنظمة الفضاء رجح وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم مقتل وزير المال في تنظيم الدولة الإسلامية وقياديين بارزين آخرين هذا الأسبوع في هجوم كبير استهدف نشطات التنظيم المالية وأضاف كارتر أن الولايات المتحدة تعتقد أنها قتلت عبد الرحمن مصطفى القادولي المعروف بحج إيمان وهو مسؤول عن إدارة الشؤون المالية لداعش وأوضحت محطة NBC News أن الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية قتل في غارة أمريكية استهدفت موقعا لتنظيم الدولة سوريا وعبد الرحمن عراق من مدينة الموصل ورد عام 73 والتحق بتنظيم القاعدة عام 2004 ليتولى المسؤولية المالية في القاعدة وتخصص في تحصيل الأموال حتى انتقاله للعمل في سوريا قبل عامين تحت قيادة محمد يوسف الفلسطيني الجنسية السلطات الفرنسية تعلن إحباط عملية تفجير في العاصمة باريس بعد حملة من الاعتقالات أعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف أن قوات الأمن الفرنسية أحبطت مخططا لتنفيذ اعتداء في فرنسا بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد خلال تنفيذها عملية توقف كبرى في ضحية باريس وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن السلطات اعتقلت مواطرا فرنسيا يشتبه في انتمائه لشبكة متشددة كانت تخطط لشن هجوم في فرنسا المدهامات وعمليات تفكيك المتفجرات تمت في أحد مباني أرجنتوي في ضحية العاصمة لكن ليس هناك أي دليل ملموس على وجود رابط بين هذا المخطط واعتداء باريس أو بروكسل وجاء الاعتقال بعد يومين من تفجيرات انتحارية استهدفت مطار بروكسل وقطار أنفاق وأدت إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 270 شخصا بجروح حملة اعتقالات جديدة في بروكسل ووزير الخارجية الأمريكي جون كاري يعزي رئيس مجلس الوزراء البلجيكي لا تزال العاصمة البلجيكية بروكسل تعيش ارتدادات العملية الإرهابية التي وقعت الثلاثاء الماضي إذ أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال ستة أشخاص في بروكسل يشتبه في ارتباطهم بالعملية وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بلجيكا إن ثلاثة من المعتقلين جرى توقيفهم أمام مبنى النيابة العامة بواسطة بروكسل في حين اعتقل الرابع في منطقة جيت المتاخمة للعاصمة واعتقل شخصان داخل نطاق بروكسل وكانت صحيفة ديمورغين البلجيكية قد ذكرت أن المحققين تعرفوا إلى مشتبه فيه جديد يعتقدون أنه أدى دورا في تفجيرات بروكسل الثلاثاء الماضي وذكرت أنه سوري عمره 28 عاما ويدعى نعيم الحامل وأضافت الصحيفة أنه على قائمة وزعت على أجهزة الأمن في دول أوروبية أخرى بعد هجمات الثلاثاء إلى جانب محمد عبريني ونجيم العشراوي وخالد البكراوي وظهرا قامت السلطات الأمنية البلجيكية بعملية أمنية بمنطقة سكاربيك انتهت باعتقال مشتبه فيه وتصفيته آخر وبحسب المعلومات الأولية فإن القوات الأمنية صفت شخصا لم يمتثل لأوامر الشرطة حيث أشارت وسائل الإعلام إلى أن المشتبه فيه كان يحمل حقيبة تحتوي على مواد متفجرة بعيدا من التطورات الميدانية عز وزير الخارجية الأمريكي جون كاري رئيس مجلس الوزراء البلجيكي شارل ميشال بضحايا الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية كما أعرب كاري عن استعداد بلاده لدعم بلجيكا استخباريا وأمنيا بلجيكا ساندتنا في هجمات الحادي عشر من عيلول وقالت كلنا أمريكيون واليوم نقول لها كلنا بروكسل الهجمات تذكرنا بالتزامنا بمواجهة عدونا المشارك وهذه الهجمات الإرهابية هي استهداف للحياة من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء البلجيكي أن بلاده تبذل قصار جهدها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل حزم وأن الحكومة والبرلمان سيبحثان في خطة الانتشار العسكري لمحاربة داعش إن لدى بلجيكا خطة جيوستراتيجية لمحاربة الإرهاب ولدينا القناعة بالجهود التي يمكن بذلها بهدف التحرك في أوروبا والعالم وأضاف ميشيل أن بلجيكا اعتمدت خطة استثمار العام الماضي بمليار دولار كي تظل شريكا قويا لحلف الناتو وحلفائها الآخرين ومن بلوكسل إلى لوما انتشرت القوات الإيطالية في العاصمة وسط تدامير أمنية مشددة تخوفا من وقوع هجمات إرهابية موسكو وواشنطن تسعيان لوضع دستور سوري جديد وحقيبة كاري تثير تساؤلات بوتن عقد وزير الخارجية لأمريكي جون كاري في موسكو محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفق خلالها على تعزيز الهدن القائمة في سوريا منذ نحو شهر والسعي لوضع دستور سوري جديد بحلول شهر آب وعقب اللقاء الذي استمر أربع ساعات في الكريملين عقد الوزيران كاري ولفروف مؤتمرا صحفيا أعلنا خلاله أبرز ما تم التباحث فيه على الرئيس بشار الأسد اتخاذ القرار الصحيح لتحقيق السلام في سوريا وتم الاتفاق على الخطوات التالية في مفاوضات جناز للبدء فورا بتناول قضية الانتقال السياسي كما اتفقنا على التعاون في الإفراج عن معتقالين سوريين العملية يجب أن تختتم بتوصل السوريين أنفسهم إلى اتفاق بشأن مستقبل بلادهم لذا فقد قررنا السعي إلى بدء مفاوضات مباشرة في جناف بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها في أسرع وقت ممكن وكان كاري قد وصل إلى موسكو حاملا كعادته حقيبته الشهيرة التي ترافقه في جولاته إلا أن هذه المرة لم تمر الحقيبة عند الرئيس الروسي مرور الكرام فسأله ممازحا هناك شيء ما مهم في حقيبتك لدرجة أنك لا تؤمن لأحد آخر أن يحملها عنك هل أحضرت معك بعض النقود للمساومة؟ فرد كاري قائلا عندما تتاح لنا الفرصة على انفراد سأطلعك على ما في الحقيبة وأعتقد أنك ستندهش للغاية وبما أن لا أحد غير بوتين سيكتشف ما في الحقيبة نأمل أن يكون كاري قد حمل معه بعضا من أوراق الحل في ملف الحرب السورية ماجد عويضة شاب فلسطيني متهم باختراق أنظمة الطائرات الإسرائيلية هذا الشاب هو ماجد عويضة فلسطيني من سكان غزة تمكن من اختراق أنظمة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية العسكرية والمدنية بحسب التهم التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي إليه ماجد البالغ من العمر 23 عاما متخصص بالبرمجيات والإنترنت وقد اعتقله جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قبل شهرين بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي وتقديم معلومات حساسة تتضمن كيفية السيطرة والتشويش على طائرات الاستطلاع وبحسب سلطات الاحتلال أيضا فإن عويضة اخترق إشارات الكاميرات الإسرائيلية المثبتة في الشوارع وجمع معلومات عن رحلات الطائرات المدنية الإسرائيلية من مطار بنغوريون الكائن خارجة الأبيب قدرة هذا الشاب وواقعة اعتقاله تعيدان إلى أذهاننا حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول الماضي وما تبعها من تحليلات وتقارير تحدثت عن كيفية اختراقها وتفجير قنبلة فيها أدت إلى سقوطها وهو يذكرنا تحديدا بالتنظيم السري الفلسطيني الذي دخل أجهزة حواسيب الاستخبارات الإسرائيلية بعد إسقاط الطائرة الروسية واكتشف دلائل على ضلوع إسرائيل في هذه العملية باستخدام تقنية النانو وختامها الآن مع رامي الأمين سعيدة يا جماعة قبل ما نبلش الحلقة بدي وجه نداء لمجموعات الحراك المدني لحتى تواكب الثوار على مواقع التواصل الاجتماعي لصد الهجوم الإرهابي الغاشم اللي قامت فيه الفناني أحلام على الشعب اللبناني على موقع تويتر تركو لنا الشارع وقفولي تعرض للشحنات اللي عم تنقل النفايات وأجلولي الحملة على سوكلين لأنه في شيء أهم لا 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 بش مقبول أبداً لقالته أحلام عنا نحنا شحدين نحنا عنا زبالي يعني عن جد لك بعض اللبنانيين بشو بالون قال عم بناضلوا ضد المطامر والمذابل والطبقة السياسية يا رجل نحنا بشو أنتوا بشو السورة الحقيية على تويتر بدنا نحاسب الملكة طلعت ريحة أحلام جاي التغيير وراغب عليما رح يصير نجم الخليج الأول الشعب يريد طرد أحلام ثورة لك ثورة خلصنا خنوع المشكلة البلش مع أحلام بعد ما توقف برنامجها لنعرض لحلقة وحدة على تلفزيون دوباي لأنه اعتبروه كتار أنه مهين للمشتركين بطريق التعامل أحلام معهم وبيبينوا الجماعة مثل كأنهم عبيد أو خدم عندها للملكة ودي براء بعملها اللي بدي أياه أنت بستعد تخوني كرمي الأحلام إيوه استعد تخوني حتى متستعد أخوني للكل علشان أحلام والله سيواكي لا يحسن فعلاً مهين بس أنا وين شايف شيء مثل هيك قبل وين وين يراه بس 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 رائعة بس نحن عنا شرف نحن عنا كرامة نحن شحادين نحن منشحد بس بشرف نحن مطمورين بسبالي بس عنا عزة وكرامة أهم شيء العزة والكرامة نحن عايشين بكيبوس اسمه لبنان ومن سخرية القدر انه تتحول أحلام لكيبوس اللبنانيين ولك خرجنا الله لا يقيمنا تصبح على خير كان في النشرة في يومه الثاني بان كيمون ينزح نحو المخيمات سلسلة بشرية ورسالة من الكوستا برافا إلى برشلونة نحن عم نخرق الاتفاقية العام الليلة تكتمل لائحة سويس ليكس لايكي وقت تدخلي بمؤسسات الصمت الكبرى تصبحون بمثابة الناس تحرير الأمير فخر الدين في تدمر شفاز بعيون الفلسطينيين جوكو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل حين كانت تعتدي وهي دوما تعتدي على شعبنا وكان في النشرة أيضا كوابيس أحلام نحن شحادين نحن عنا زبيلي شكرا لحسن المتابعة الموعد المقبل عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة